أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تبدل أقصر الجهد سواء ثنائيا أو إقليميا ودوليا بمواجهة تدعيات الأزمة السودانية وذلك عبر تقديم كافة أوجه الدعم بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر حيث أكد السيد الرئيس أن مصر تستمر في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان فضلا عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين بمصر كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتضمن الانتقال للمصار السياسي للأزمة مشاركة كافة الأطراف وفقا للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها وأن يكون شعار السودان أولا هو المحرك لجميع الجهود الوطنية المقلصة فضلا عن ضرورة أن ترتكز أي عملية سياسية ذات مصداقية على احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه والحفاظ على الدولة ومؤسساتها باعتبارها أساس وحدة وبناء واستقرار السودان وشعبه الشقيق ومؤكدا حرص مصر على التنصيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمة السودانية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب خلال هذا اللقاء عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم تحت شعار معا لوقف الحرب في ظل اللحظة التاريخية الفارقة التي يمر بها السودان الشقيق والتي تتطلب تهيئة المناخ المناسب لتوحيد الرؤس للسودانيين تجاه كيفية وقف الحرب وضف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر لن تألو جهدا ولن تدخل أي محاولة في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية ووقف الحرب وضمان عودة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني مؤكدا ضرورة التكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل يحقق تطلعات شعب السودان وينهي الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي يعيشها السودان بما تحمله من تداعيات كارثية على مختلف الأصعاد السياسية والاجتماعية والإنسانية وأضاف متحدث الرئاسة أن المتحدثين من رموز القوى السياسية والمدنية السودانية أعربوا من جانبهم عن تقديرهم وتثمينهم البالغ للجهود المصرية المخلصة لدعم السودان منذ بدء الأزمة الراهنة ما يجسد عمق الأواصر التي تجمع شعبي البلدين ووحدة التاريخ والمصير بينهما مؤكدين ترحيبهم بمساعي القيادة المصرية لتقريب وجهات نظر الأطراف السودانية للخروج من الأزمة الراهنة فضلا عن الدعم الذي تقدمه مصر لشعب السودان سواء عبر سعيها الدؤوب لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي تعيشه مناطق واسعة في السودان أو من خلال استضافتها شعبا وحكومة لأبناء الشعب السوداني في وطنهم الثاني مصر بما يعكس العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين موسيقى